بعث الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنية إلى فخامة الرئيس فلادمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة اليوم الوطني لبلده الصديق وأعرض رئيس مجلس القيادة باسمه وعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وطيب التمنيات للرئيس بوتين بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية روسيا الاتحادية التقدمي والازديار والي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء مشيدا بالموقف الروسي الثابت إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية